لا زال الحديث موصولا عن حجة الوداع صلى النبي صلى الله عليه وسلم بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء من يوم الخميس الثامن من ذي الحجة والفجر من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة فلما طلعت الشمس من يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة نهض النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة حتى إذا زالت الشمس سار حتى أتى بطن الوادي من أرض عرنة هناك بأرض عرنة خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشهيرة خطبة عرفة وهو على راحلته القصوى خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة خطبة عظيمة جامعة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية لا يسع المقام لذكر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ومن أرادها بالتفصيل فليرجع لكتابنا اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبته بعرفة صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى حتى أتى الموقف واستقبل القبلة فلم يزل واقفا مشتغلا بالدعاء والتضرع حتى غربت الشمس وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ونزل عليه وهو بعرفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلما غربت الشمس واستحكم غروبها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة المغرب والعشاء قصرا ثم اضطجع حتى طلع الفجر ثم قام فصل الفجر وذلك يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر ثم راكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصوى فاستقبل القبلة ودع الله وكبره وهلله ووحده ولم يزل كذلك حتى أسفر جدا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حص الجمهار فالتقط له سبع حصيات من حص الخذف ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ترجمة نانسي قنقر